وفق مجلس الشورى في جلسته برئاسة سعادة السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون ومشروع قانون الضريبة الانتقائية عندما أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون ومشروع قانون الضريبة الانتقائية كان الهدف هو البحث عن المصلحة العامة من خلال فرض الضريبة على المواد الضارة على صحة المواطن من جهة وتوجيه الإيرادات لتطوير الخدمات المقدمة من جهة أخرى اليوم كان اجتماع مدل الشورى للموافقة على الضريبة الانتقائية اللي هي ضريبة على السلع الضارة وتوجه لتمويل ميزانية واستمرارنا في تقديم الخدمات المهمة للمواطنين الإيرادة التي سيأتي من ضريبة الانتقائية وهي السلع الضارة سيتوجه نحوه بمان استمرار الخدمات المواطنين في مجمل الميزانية وبالتالي يكون القرار في طريقة صرفها مع باقي الإيرادات متاح أمام الجميع وأمام سلطة الشرعية في الموازنات القادمة الشورى اليوم انتصر لقرار الحكومة وافق على مشروعين بقانون أحدهما يتعلق بالاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون والضريبة الانتقائية معللا ذلك بالأسباب التالية أعطينا المواطن نوع من الحذر بالنسبة إلى الضريبة التي سيتم تنفيذها عن طريق هذا القانون بالنسبة إلى السلع الضارة وهناك من يقول بأنه والله هناك في أي نوع من الضريبة بالنسبة إلى المواطن العادي هذا طبعا خير صحيح اللي احنا محاولة للتقليل من استخدامات هذه السلع الضارة بالصحة وأيضا في نفس الوقت نحن محاولة لتقليل المصرفات الموجودة والتي اليوم تصرفها الحكومة على مضاعفات استخدامات هذه السلع الضارة بالصحة طبعا اليوم تم الموافقة على مشروع قانون الضريبة الانتقائية وقبلها الاتفاقية اللي تم توقيعها وهي حقيقة اتفاقية مهمة جدا تم الاتفاق عليها بين قادر دول مجلس التعاون تسعى لتوحيد القوانين الاقتصادية سعين إلى التكامل الاقتصادي من دول مجلس تكون في تشريعات متناسقة ومتساوية في نفس المجال هي ضريبة انتقائية على سلع محددة تم تحديدها في ثلاث سلع ضارة بالانسان وبالبيئة ولا تشمل أي سلع الحكومة اليوم تبذل قصار جهدها لخلق اقتصاد لوعي المتين وهذه الجهود تحتاج إلى القوانين والتشريعات الميسرة وهذا ما تتوجه علاقات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين